طبعاً هناك ما يسمى بالممارسات الجيدة التي يمكن أن تطبق فيما يتعلق بضبط أمن آلات التصويت لكي لا تخترق وهناك سبل أيضاً تسمح بتخفيف ارتباطها بالإنترنت إلى أدنى الحدود لكي لا يتمكن المخترقون أو القراصنة من دخول هذه الآلات ما يقلقني أنا شخصياً هو أن الحكومة العراقية تدخل البصمات والمعطيات البيومترية في عمليات تحديد هوية الناخبين وهو أمر لم نطبقه هنا في أمريكا هو نظام جديد يطبق الآن في العراق وأنا قلقاً حيال ما يمكن أن تقدمه أمريكا من خبرات لدعم هذا النوع منه أو لفرد الأمن على هذه المعلومات الدقيقة هل لك أن تشرح لنا المخاوف النقاط يعني المشاهد العراقي الآن يتابع وحتى خبراء سيبرانيين في العراق يتابعون ربما هذه الحلقة يريدون الاستفادة من هذه المعلومات هل لك أن تطلعهم أبرز ربما الثغرات أو المخاوف التي يجب أن يستعدوا لها نعم المخاوف الأساسية هي تتعلق بتخزين البصمات أو شكل العيون بعض هذه المعطيات البيومترية يجب أن تشفر لكي لا يتمكن أي مختارق من سرقتها هذا ما يجدر أن نتأكد منه هناك مخاوف أيضاً أن تشوه هذه البيانات لو بقيت في مركز بيانات مركزي وتمكن المختارقون من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمعطيات البيومترية وتمكنوا من تشويهها فسيكون من غير الممكن لبعض الأشخاص أن يقوموا بعملية الانتخاب لأن هويتهم لا يمكن أن تؤكد وتضمن ويكون ذلك تقويداً للانتخابات من دون التدخل في عمليات العدي والاحتساب